موسيقى كنا من بين الناس اللي نوهوا بالحكومة الجديدة وتمنوا لهذا الصوفيق وكنا من بين الناس اللي يذكروا رئيس هاد الحكومة بوعوده الحزبية وبرنامجه الحكومة ذكرناه ولكن نبهناه حقيقة أن الله تعالى أعطى في هذه الحكومة واحد الوزير اسمه توهبي بقى غير كيرقع ويخرب وفضيحة من ورا فضيحة وزبلغ من ورا زبلغ حتى سموه وزير تقاجر الشوعة والله حتى الشوعة ورجلين حكومة أخنوش ولواحلين في الغيس وزاد عليها الأخطاء الفضيعة ديال الوزراء اللي اختارهم بالاتفاق مع حلفاءه حتى واحد ما مطفره اللي يستر شي ماك يعرف يتكلم ما ارتفعت الكيميات المصدر شي غير كشير نحن وعيدين بهذه المشاكل كاملين ونحن نخدمين مع الأبناك باش لقوا حلول كل شي إن شاء الله البرلمانيين نشف حلقهم بالمداخلات وهي جمعات وطوات معهم بكلمة وناض واحد البرلماني قل لها ولي وتراجعوا دروسكم قبل ما تجيوا للبرلمان وكي اللي ضربها بن عسا يعني لمكتعكش هذا المضامين وبالتالي لأنكم ما قطعتوش مع الهشاشة ما قطعتوش مع تسليع والخوصصة وما قطعتوش مع تحرير الأسعار وضرب قدرة الشرائية شي مطلب الفضايح شي قباره خرجت من وزارته أنه تايه ومعارف من أين يشدها وشي باغي غير يحوص ويضور ويبان في التلفزيون ممي ممي يمكن كل شي خارج مائل من باب الخيمة وشواري المائل راه يطيح يطيح شحال من مطول الطريق دا بغير قولوا لي هاديك الوزيرة اللي حصلت في بلاد سبليون زمغة هي اللي قافزة هاززباليسها واخدامها كتر من ربعين واحد ونازلة عند سبليون صباحكو معكا ومساكو معكا وغاديا بيهم في زمان مكين لا سياحة ولا مولايب بي يعني طارت معزة بغينا غنخسر الفلوس وخس سياحة ضربها اللقوة في بلادنا ويكزة ما عندنا رئيس الحكومة في البلاد ويك المفروض كتكون عنده رؤية واضحة لأمور علش ما قال لي هاش دوزي تقرضي قرأي صوارك بعدها وحفظي ملفاتك وشوفي مشاكل سياحة في بلادك ووجدي باش تحليها عاج جمعي بالي زيكو صافري وعلش ما يخبرهاش بكل احتمالات بما فيها احتمال اقفال الأجواء وراسلين لها طيارة ترضع يا على منظر يكمل زملائها في الحكومة بقوا عليك أستي أخنوش بغيناك ترجع فطي ما راه مجلس الحكومة كحال بلا بيعة ويك اللي دارها بيديها في كبس ني خليوها تمك هي والأربعين الأربعين مرافق ديو لها كنقصد يك المغاربة بقوا معلقين في الخارج خليوها حتى هي بجدوك اللي يمشوا معها يخسروا ديك الفلوس ديبلاسمات والتنقل اللي يخدوها بلا وجه حق في هاد الوقت زع ما واش هاد الحكومة غير كتتعامة ولا يمكن عينها عليهم عصابة وتصابوا بلعمش واش عباد الله ما كتشوفوش واش ما كتحسوش حكومة ما عندهاش طابلوطبوغ وما عندهاش ورقة الطريق غير غادي يحكك والحيط اللي جا قدامها تخرج فيه وعلاش تمشيوا بعيد ها هي مواقع التواصل كتنقل قصاصة غريبة المضمون كتخبرنا بليسي أخنوش كنجامح حويجو باش حتى هو يسافر يتمرح مع راسو في الخارج يخلي بلاده تقلم ويمشي هو يتمرح مع راسو راهي لكان هاد الخبر بالصح كيف تنقل على وكالة رسمية فرنسية راه أخنوش خاصوه يستاقل في الحين والله حتى خصوه يستاقل على الأقل يبقى وجوه حمر مش حتى كان غادي بقبيلة ديالناس يفوجوا معاه ويحتافلوا معاه برأس العام هادك سوقه مادم السيد لبس عليه وغيخلص بفلوسه في واحد من أشهر الفنادق في فرنسا اسميته أنابورنا في القرية السياحية الجبلية كوخشوفيل كان مريزرفي 17 جناح وغرفة من بين 72 جناح وغرفة موجودة في الفندق يعني أخنوش بوحده مريزرفي كتر من الربع ديال لوطيل وصاحب لوطيل كيقول أنه معتاد على هاد الحجوزات من رئيس حكومتنا الموقر هاد شي كله ما كيهمناش ولكن اللي كيهمنه بزاف هو رهعات بدل خدمة وما زل ما درت تزفتها وماشي تسارح واللي كيهمنه هو رهزعم السياحة في بلاده في هبومزوي ووكلة العصا وكيتجر مصرانها مع الأرض مصرانها مرمض في الطراب واسيك أخنوش غادي يسيح في أرض الفرنسيس ويساهم في إنعاش سياحة الفرنسية يكما جاتوا أثمينات الفنادق غالية في المغرب وغادي لهذاك الفندق اللي حاسب المعلومات اللي عندنا كل جنح فيه بكتر من جوجد المليون الليلة بخ ودي بخ بحالي لبلاده ما فيهاش أوكيمدن وإفران وآزرو وإيمو الزاركندر بحالي لبلاده ما فيها جبال ما فيها صحرة إيه خاصوا يستقل نفضيحة كبيرة بزاف ورا حملة إرحل بدأت في وصائط الاتصال الكاريتة الكبيرة اللي كتراعي منها الحشما وكيخجل منها الخجل أن القطع ديال السياحة شدوا حزبه كانت شدة هنا ديالفتاح وخلتوا على الضص وجاءت لي فاطم زهر عمار وراها معارفة منين جي من حق المهنيين ديال السياحة باش يحتجوا على الوزيرة وعلى اللي مكلف بالمكتب ديال السياحة فضيحة فيها فضايح والميزان طايح طايح وكفوفه مراجلين ده بخص أخ نوش هو اللي يعطينا الحصيلة ديالنا ديالفتاح ويقول لنا علاش كيختار لهذا القطع غير دوك اللي مقربات ليه من نساء الأعمال غير مشتنا ديالفتاح اللي معروفة بعملها في شركة تأمين الفلوس طبعا مع حافظ العالمي وجاب ليه سيدا كانت مديرة عنده في أكوى ده بخص يقول لنا واش هاد القطع ضيعة يعين فيه من عنده ومن شركاته ويزيد يعين دوك اللي مقربين ليه في حزبه يعني هاد الحزب مافيش طاقة تخرب عيدة من الرئيس ونقوله ماكين باس ورح نقولناها قبل خمم شوية السيدة اللي جاية من عندك وشجع لها القطع أعلاش غادي دو وزرس العام في فرنسا هسيدي ماكين باس غير من اللي يدربز هاشي وزير من عندك ولا شي برلماني من حزبك اتدخل ودير معاه اللازم أعلاش ما تحركتيش من لي قفراتها هاد السيدة في إسبانيا وعلاش ما تكلمتيش من لي وزيرتها بعل حكومتك جابت راجلها وعيناتها في جنابها وشوهات صورة حزب الاستقلال لن تتكلمتي بصيفتك رئيس الحكومة ولا نزار براكة حرك الساكن خليتوا غير واحد الوزير ردلكم الحكومة بحال سوق الاقتران خذتكم تسميوه عزري الدوار راكم عرفتوه شكون وغير تكلمسي أخنوش وهدر مع المغاربة هاعتادر ولا ما تعتادرش واناكين تكلم وتواصل راكم معني بالأمر إيه معني ومعني حتى بالقرار اللي اخداتوا الحكومة بخصوص جواز صحة ما تخليش وزير الصحة بوحده في المواجهة ولا حد زعمه هو اللي يخلف الوزيرة دي الحزبك اللي بقات سيمانة وجمعت حويجها وياك هاديك زعمة مقربة لك كان قصد نبيلا الرميلي علش ما تدخلتيش من اللي دارت الفضايح في وزارتها مع المسؤولين وعلش ما تدخلتيش من اللي قبلات يحمل فوج تخرج من واحد لمعهد سميتها يوما بقى لها غير تطلب النقل التلفازي وتوقف فوق المنثة وتقول لهم لقد اخترنا ان يحمل هذا الفوج اسم جنابنا الموقر نبيلا الرميلي يعني المغرب ما عندوش زعماء تاريخيين ومفكرين في كل مجالات وعباقيرة وفنانين ورياضيين عندو نبيلا الرميلي اللي ضربت الرقم القياسي ووزيره لمدة سبعة ايام فقط لا غير زعم هاد الفضيحة ما بحالها غير فضيحة الدكخينة اللي قالوا عليه برلماني تابع التجمع الوطني للأحرار ومنصق الحزب الفاس بان كيدير تقوس مماثلة لتقوس البيعة وعاوتاني اخ نوش ضربها بسكتها راه قولنا لي غنرجعوا لهذا الموضوع وما زال ضربها بسكتها ايو انتا سكتس احنا ما غنسكتوش حيط البيعة راه تقوس موروثة واللي تشبه بها راه قليل الحياق وما كيحتارمش المغاربة والحزب اللي بقى ساكت راه من حق المغاربة يلتجؤوا القضاء اما يقول لنا واش مضمون الفيديو صحيح ولا راه مزور والخبرة خاصها تكون خبرة موثوق فيها اما هادك هشام ايت منا راه كان عليه يسترراته وانا ما بغاش استروه انتوما قوانين تسجل يعطي عزازها كبير انه الى المعتمد بايجاد المعتمد بإداء انا اقسم بالله العالي العظيم حتى ولد في البتدائي يقرح سن منه وما بغيتش نقول في الروض فينكي تعلموا الوليدات الصغار بابوبي من حق حزبكم يتبهى بكم ويباهي بكم الأحزاب حيط اللي شافكم على هاد الحال غايقول باللي المرأة المغربية كانت عاقر وما نجباتش لنا كفاءات هاد النوع من البرلمانيين واحتى من الوزراء ما عند المغربة ما يديرو بيو وراحنا جاين للناس اللي اختاريتي من حزبك في المسؤوليات الكبار وراحنا جاين للتحالفات كيف كانت هاد الجهة تصوت هنا وديك الجهة تصوت لهي وش هادي ديمقراطية ولا خشبة دي الكراكيز بالله عليك استأخنوش واش وزير العدل تابع ليك ولا مطلق على ربعة حسبنا ليه تلتاشر الفضيحة وحدة من وراء أخرى وشفنا شوهته في البرلمان وهو كيتواجه مع محمد أوزين وشفنا فضيحته مع منذ بالثقافة اللي تسجلت للتاريخ وزير كيتدعي أنه كيعرف له انتقاشر دي المسؤول محلي وشفنا فضيحته في قضية سيارة العمال والولاد وها هي طلعت فضيحة أخرى كيقوله راه ما ديرش تلقيح هو راه نفاه كيف مكان الحال هاد سيد اللي فضيح لاسقين في جليله ياربي يسترنا ويستر جميع المسلمين زيد عليها فيه الهضرة بزاف غير كيدخل ويخرج فيها سبق ليه الطوع قالك باش يلتامس لعفو لبعض المساجين وشوية يضربها بزكتا هتا مالك واحد غير مع لثانك في الحقيقة كي يشبه البنكيران في الهضرة وفي الحويج الخراب بزاف راه بعد الفضيح ستقولي الحكومة بحالش مش شتيها في القفاري ستبقى تبرق في عينيها وتقول مياو مياو راه الفضيح كتار وسكات حسن وديرها غازوينا لا 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 ستتلف منك وقفة الخاتي ماسي أخنوش ستاهل حسن ترجمة نانسي قنقر